السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريد 5 النهاردة معادنا مع lesson number 2 من access number 2 وعنوان درس النهاردة lesson 2 بيقول protecting ourselves and our information و هنتعلم او هنعرف ازاي نحمي بياناتنا الشخصية او المعلومات الشخصية بتاعتنا يبقى حماية انفسنا وحماية معلوماتنا من الشيء المهم او من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها الاول كده بيقول لي protecting your personal data حماية معلوماتك الشخصية والpersonal information personal information includes your name address date of birth and password المعلومات الشخصية او البيانات الشخصية دي بتبقى زي النام والعنوان الادرس والتاريخ الميلاد الباسورد بتاعت المواقع وبتاعت الميلاد بتاعتك والاجهزة بتاعتك كل دي تندرك تحت personal information او المعلومات الشخصية وبيقول لي ان ال personal information is called personally identifiable information وبيبقى اختصارها PII اختصار ده مهم جدا لان ممكن يجبهو لك في سؤال يقول لك PII اختصار لايه فلازم تقول له ان هي personally identifiable information عندنا بعد كده الhackers كلها بنسمع كلمة hacker كتير اللي هم المخترقين الناس المخترقين اللي بيسرقوا المعلومات الشخصية بتاعتنا بنسميهم hacker او مخترق الhackers كان بيقدروا يعملوا ايه بقى الhackers دول بيقدروا انه هم المخترقين use the internet to break into a computer system and personal information يعني المخترقين دول بيستخدموا شبكة الانترنت لاقتحام انظمة الكمبيوتر اللي هي computer system وسرقة المعلومات الشخصية يبقى اول حاجة اللي انتو بعرفها عن الhackers انه هم يقدروا انه هم يستخدموا النت او شبكة الانترنت عشان يخترقوا انظمة جهاز الكمبيوتر ويسرقوا المعلومات الشخصية بتاعتك use someone's email address and password to send a virus to all the email addresses in your email account بيستخدموا البريد الالكتروني بتاعك وكلمة المرور بتاعتك عشان يبعثوا virus او رسالة فيها virus لجميع الناس اللي متسجلة عنوين البريد الالكتروني عندك على ال email بتاعك يعني مثلا انا قلناها بالبلد شوية او بشكل ابسط شوية وقلنا ان انا حد لقى الموبايل بتاعي او سرق الموبايل بتاعي او اخترق جهاز الموبايل بتاعي فتح الواتساب عندي فالواتساب كل الناس اللي مسجل ارقامها تقدر انك تبعت لها رسالة على الواتساب صح؟ فهو مثل كل الناس اللي مسجل عندي ارقامها وفتح الواتساب وبعت لهم رسالة فيها virus على كل جهات الاتصال اللي موجودة على الواتساب عندي فنفس الفكرة فتح البريد الالكتروني بتاعي وبعت رسالة فيها virus لكل الناس اللي موجود العنوين البريد الالكتروني بتاعتها عندي تمام؟ جميل Use an adult bank account number بيستخدم رقم الحساب المصرفي لأي حد كبير في السن او بالغ يعني To take money from that account لسرقة الاموال اللي موجودة في البريد او الحساب المصرفي بتاعك يبقى بيستخدم الحساب المصرفي بتاع اي حد كبير عشان يسرق كل الفلوس اللي موجودة في الحساب ده تمام؟ يبقى ده الهكرز ويهدول اشهر ثلاث حاجات ممكن يعملها او يقدر ان هو يعملها الهكرز او المخترق بعد كده بيقول لي بيقول لك في طرق كتير يمكن من خلالها انك انت تحافظ على امان معلوماتك الشخصية طرق كتير تقدر انك تحافظ بها على امان معلوماتك الشخصية زي ايه؟ زي number one limit the personal information you share online الحد من المعلومات الشخصية اللي انت بتشاركها على الانترنت يعني متنقعدش كل شوية على الفيسبوك تنزل بوست في اسمك وعنوانك وطاريخ ملادك وكل وساكن فين وكل الحاجات الشخصية بتاعتك وبياناتك ورقم تليفونك ورقم قومي وحاجات كتير كده تعود تنزلها اه لا مش صح انك انت كل شوية تنزل معلوماتك الشخصية او تشارك معلوماتك الشخصية على الانترنت يبقى خليك الحد او التقليل يعني limit the personal information you share online don't sign up for a website if it asks for too much personal information يعني لما تجي تخش على موقع بتتلاقي الموقع ده يقولك عشان تخش وتتصفح عن موقع عندي لازم تديني معلوماتك الشخصية وبتلاقي معلوماتك الشخصية ده كتير وزيادة عن اللزوم فبالتالي ما تستخدمش الويب سايت ده ما تستخدمش الموقع ده اصلا عشان كده هو بيقولك don't sign up ما تسجلش على for a website على موقع بيطلب او ask us بيسألك اسئلة كتير لها علاقة بالpersonal information بتاعتك تمام؟ جميل نمبر ثري بيقولي use different strong password z بيقولك استخدم كلمات مرور قوية قوية ازاي يا بشا؟ قوية يعني نمبر ايه؟ قال لي contain letters number and special signs يعني استخدم كلمة المرور بتاعتك كلمة قوية تبقى قوية ازاي؟ اول حاجة ان هي تكون تحتوي الكلمة المرور او password يكون يحتوي على letters حروف ونمبر ارقام special signs يعني علامات خاصة علامات خاصة لازم كلمة المرور زي ما قلنا قبل كده السنة اللي فاتت ان كلمة المرور لازم تتكون من رموز وحروف وعلامات خاصة وارقام طيب بعد كده بيقولي are different for each websites you sign up for because if your password is discovered a hacker will access everything لازم ما تستخدمش كلمة مرور واحدة لكل المواقع وكل الاجهزة بتاعتك ليه؟ لان لو الهكر وصل لرقم كلمة المرور ديت هيقدر يفتح كل المواقع بتاعتك وهيقدر يفتح كل الاجهزة بتاعتك لان انت كلهم اصلا عملهم بباسورد واحدة عشان كده بيقولك استخدم باسورد مختلفة لكل موقع تدخل عليه ولكل جهاز موجود عندك طيب بعد كده بيقولي number four use antivirus software استخدم برنامج مضاد للفيروسات يعني استخدم برنامج مكافحة الفيروسات على جميع اجهزتك اي جهاز سواء موبايل فون لابتوب تابلت البرسونال الكمبيوتر بتاعك استخدم له antivirus برنامج مكافحة الفيروسات update your device يعني اعمل تحديث دايما لاجهزة اجهزة بتاعتك ايا كانت بقى يعني خصوصا الكمبيوتر اعمل له تحديث لكل البرامج اللي موجودة عليه لازا تتضمن التحديثات ديت بتبقى ليها تغييرات كتير في التحديثات بتحافظ على امام بياناتك لان اللي بيعمل الفيروس بيشوف برامج الحماية اللي عندك وصلت القاعدة البيانات بتاعتها الفين وهو بيبدأ يعلي عليها ويعمل حاجات فيروسات اقوى منها فلازم كل فترة تعمل تحديث لبرنامج العشان يواكب العصر للتطور في الفيروسات كمان بعد كده بيقول طرق انشاء نسخة احتياطية من ملفاتك مهمة جدا ان تعمل نسخة احتياطية من ملفاتك كل الملفات اللي انت شغال عليها دايما لازي يبقى عامل نسخة احتياطية منها ليه لان ورد ويندوز يقع ورد الهارد يبوز ورد اي حاجة تحصل فتلاقي تفقد المعلومات بتاعتك او البيانات اللي انت الملفات اللي انت شغال عليها خصول لو ملفات لايه علاقة بشغلك وملفات مهمة جدا فلازم تعمل لها او نسخة احتياطية داتا اوتوماتيكلي يعني تقدر ان انت تستخدم بعض التطبيقات والبرامج عشان تعمل او تنشئ نسخة احتياطية من الملفات والبرامج دي بتساعدك ان هي بتعمل لك النسخة احتياطية بشكل تلقائي من نفسها وانت بتحددها انك انت عايز تعمل نسخة احتياطية من ملفاتك كل ساعة كل يوم كل اسبوع كل شهر زي ما انت بتحددها طيب نمبر تو بيقولي يعني كمان تقدر ان انت تعمل اا باك اوب برضو او نسخة احتياطية بس بشكل مختلف شوية ان انت يبقى عندك اكسترنر هارد درايف فاكرين طبعا الاكسترنر هارد درايف او تقدر ان انت من خلالهم اا تنقل ملفاتك كل يوم تاخد نسخة منها بعد ما تخلص شغلك تحطها على الهارد الخارجي او على الفلاشة اللي معاك بحيز لو حصل حاجة في الجهاز يبقى انت معاك نسخة اصلا على الهارد او على الفلاشة جميل جميل وده كله على بعضه بنسميه ايه او نسخة احتياطي للملفات بتاعتي عشان حافظ عليها تمام وكده انا وصلنا لنهاية الدرس النهاردة اتمنى ان يكون توفيه وستنونا ان شاء الله في lesson number 3